السلام الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم سنحكي عن Identification and Classification of Bacteria بسم الله نبدأ وعلى بركة الله هلا بحكي لي أنه أنا مشغل أعمل Successful Identification سواء البكتيريا أو غيرها من Microbiological of Microbiological Agent ماشي لازم أنا تكون في عندي عدة أشياء أراعيها وأنا عمالي بعمل Identification لهذه البكتيريا أول شغلة إنه كون عندي Proper Aspitec Technique إيش عن Proper Aspitec Technique يعني أنا لازم أتبع النظام إنه كل إشي يكون بس تخدمه ويكون معقم Aspitec معقم ماشي نضيف معالي بكتيريا أصلاً سابقة مشان أحصل على أفضل نتيجة ممكنة هاي نقطة النقطة الثانية Correctly Obtaining The Specimen العينة يعني إيش يعني يعني مثلاً الناس اللي بتهم يروح ويعملوا فحص لليورين ماشي قبل فحص لليورين الفكرة بشكل عام أنا بدي أعرف كيف أنا أحصل على العينة بأفضل طريقة ممكنة كيف هلا رح نيجي نحكي مثال الناس اللي بتهم يروح ويعملوا فحص لليورين بروحوا بحكولو مثلاً انه انه اليورين تاعك اكسمه على ثلاث فترات بداية نزول اليورين بننصه بالنهاية ماشي بداية نزول اليورين هذا أكسلي عليه ما بدية لأنه أصلاً بكون ماخد بكتيريا من المسار البولي اللي بننص هذا اعتمدلية طبعاً اللي بالنهاية بكونه عما فيه مثلاً أملاح أو كونسنتراتد صراحة للأمانة ما بعشو السبب الفعلي وراه انه ما بنوخذ نهاية اليورين ولكن الفكرة انه أنا أفضل يورين ممكن الواحد انه يوخذه هو بكون اليورين بالمنتصف هذا أفضل يورين ممكن انه يتاخذ لانه يقدر انه أنا احددت البكتيريا الموجودة مثلاً إذكارت البكتيريا في الجسم أو في بكتيريا معينة فبالي أنا بدي أتأكد منها اوكي؟ اوكي طبعاً فيه دكتورة حكيت ملاحظة انه هلا مثلاً الناس على الأغلب لما يروحوا على مدلاب ويعملوا فحصل اليورين ما بحكولهم هذا الحكي ليه انه ما بكونوا يورين هذا لأسباب ماكروبيولوجيكال كوزز لا بكونوا أسباب أخرى ولكن أي شيء له علاقة بالماكروبيولوجي بدي أشوف بكتيريا بدي هاي لازم أراعي هذا التكنيك ثاني شغلة هي correctly handling العينة هلا عندي عينة ماشي؟ قولها غطة handling مغطية هي الدكتور حبيت كوتون يجى هذا الغطوقة راحة الممرضة طالته من الأرض وردت رجعته ماشي؟ هون أنا كدكتور بحكي لعيش؟ شكراً إليك ما بدي العينة خلص ننكس عليها ماشي؟ ببطل بدي العينة لماذا ببطل بدي العينة؟ لأنه ممكن في اللحظة اللي هي وقعت فيها على الأرض إنها خلص توسخت الغطوقة توسخ فخلص أنا ما بدي هذا الحكي كله تمام؟ ثالثة أو رابع نقطة كوكي ترانسبورتينج لا هاي السبيسمن تو ذا لا إيش يعني؟ هلا أنا في عندي بعض ليش لازم أعملك كوكي ترانسبورتينج مش منطق أنا أجيب عينة وروح أفحصها بعد سبوعين ثلاثة لأن في بعض أنواع البكتيريا بصير لها إيش؟ بصير لها يعني بتنمو بتتكاثر وبزيد بعددها ماشي؟ فأنا لازم طبعا في العينة نفسها فأنا أول ما أخذت العينة مثلا لو كانت يورين مثلا أول ما اليورين أخذته خلاص فورا بعمل علي الفحص ما بخلي بركينو سبوعين ثلاثة بعدين مفحص عليه هلا هاي Once reach the lab it is cultured فورا أول ما تصار عندي على الاب بعملها cultured و identification بشان نحدد شو نوع هاي البكتيريا تمام؟ هلا After the microbe is identified it is used in susceptibility test to find out the affective control measure يعني بعد ما أنا عمل identification بروح بعمل تستات على هاي اللهم صلى الله عليه وسلم محمد على هاي البكتيريا وهلا رح نحكي هذا الحكي بصورة مفصلة هلا The methods used to identify bacteria fall into في عندي أنا بشان نعمل identification للبكتيريا ماشي كمشين حكينا إيش كانت كانت الأشياء اللي أنا بعتمد عليها هلا The methods هلا The methods أول إشي صلوا على النبي اللهم صلى الله عليه وسلم محمد Phenotypic Immunological Genotypic يعني أنا بس تتيجي عندي البكتيريا The methods بشان عملها identification مش بالضرورة اللي بكتيريا تمر على هاي هذول ثلاث مراحل ولكن يعني إجبار تمر على مراحل من هنا ما فيش إلا هذول ما فيش إلا هذول three methods يا Phenotypic يا Genotypic يا Immunological الفenotypic الفenotypic تعتمد لي بشكل عام على المورفوليجي على شكل العيني سواء هي كانت ماكرو أو مايكروسكوبك تمام تمام طبعا بعمل هون إذا كانت هي إذا ماكرو بتطلع قدامي العينة بشوفها بعيني وتمام إذا مايكرو لاز بعمل لها ستينك فالمايكروسكوبك بعمل لها ستينك منطقي تمام الـ Growth on Enrichment Selective Differential Media هذول أنواع الميديا اللي أنا بعمل فيهم و هلأ بحكيهم بالتفصيل زي ما بقولوا ميديا ميديا واحد واحد تمام و برضو الفenotypic يتبع إلها البييوكيميكال تست ماشي البييوكيميكال تست مثلا أنا أشوف شو البودكت الممكن تنتج عن هاي البكتيريا هيك ماشي بييوكيميكال مش هنفهم بصورة أوضح أفكرة الجينوتيفيك البييوكيميكال تست هي نتيجة من الجينوتيفيك ليه؟ لأنه أنا البرودكت الرح تطلع هي نتيجة أنه عملية translation و transcription لجين معين للجينو جين معين تمام فإذا أنا عندي جين معين نحصل له translation و transcription مستنجر translation و transcription ماذا يعطيني بروتين فنعطيني بييوكيميكال result تمام فهاي الجينوتيفيكال لها علاقة بالبييوكيميكال ولكن لازم أنا أفصل أنه البييوكيميكال فينوتيفيك الجينوتيفيك و نوع من نفصل عنه نوع آخر أوكي؟ تمام فعندي فينوتيفيك واحد إميونيولوجيك اثنين وجينوتيفيك ثلاثة هلا خلصنا فينوتيفيك قلنا فينوتيفيك من شكل العام على شكلها المورفوليجيتاحة ماشي الكلتر تاح حكينا في واحد من هذول الميدا رح نشرع عنه وبينضم إلها هو شو البييوكيميكال تيست حكي؟ هلا إميونيولوجيكال أو سيرولوجيكال تيست هاي إلها علاقة في إيش؟ في الأنتيجن أنتيبادي رياكشن ماشي؟ ويعني موضوح هذا كثير ما أخذنه في الأميون أنا بحط أنتيجن وبشوف هذا الأنتيجن إذا رح تكون أنتيبادي لإله معناته يعني قصة طويلة تمام؟ بس إنه الكثير ركز على أنتيجن أنتيبادي موضوح الجينوتيبيكال هي الموليكولر تكنيك الأشياء اللي أخذناها بالموليكولر البولي مورفريزم وهاي الأشياء وكيف أكثر الجينات وما إلى ذلك ماشي في واحدة من هذول الميثود هي اللي رح أستخدمها To identify إيش البكتيريا To identify شو البكتيريا نيجي فيهم إيش واحدة واحدة بسم الله يلا هلا اللون هذو سيء مو زابط السلايد كله هكا علوانه غريبة طيب الفينوتوبك عندي أول شيء الميكروسكوبك مورفولوجي ماشي حكينا نحن في عنده مايكرو وماكرو هلا بنحكي عن الميكروسكوبك مورفولوجي من الفينوتوبك include a combination of cell shape size ground stain and as fast special structure اللي هي اليندوسبول granule انتكابسول خلي هذولا ماشي هلا رح أحكيهم واحدة واحدة تحت هلا الميكروسكوبك الميكروسكوبك بدأ استخدام standing ماذا استخدام ماذا استخدام ماذا استخدام ممكن استخدام اللهم صلى الله عليه وسلم محمد simple stain مثل عادي ان انا مثلا بروح بصبغها ازرق بس اني اشوفها حبيت انجليزي مع العربي الميكسر الرهيب ماشي بس اشوفها هاي اول شغلة بديش حجمها فهذولا تابعات لأيش simple stain الميكروسكوبك هل هي positive هل هي negative ماشي طبعا positive بطلع لونها رد تمام المعلمات هاي مش من راسي هاي من سجلتم مش من دماغي يعني او فهله مني لا انا بسجلتهم على ورقة من ريكورد الدكتورة تمام فالpositive هي violet بكون لونها negative red تمام الاسد فاست هاي اسد فاست هاي نيلسون ستين ماشي هاي الاسد فاست اش بيكون بتكون الباكتيريا اللونها احمر بباكي جراوند هاي بيكون لونه ازلك او اخضر احنا لقعنين حكي بتشكل عام تمام هلا الاسبيشال ستين هاي تابعت الاسبيشال ستين شو عن الاسبيشال ستين انا بدي اشوف هال مثلا في عندي هاي البكتيريا capsulated او مش capsulated برغبها بصبخها بصبغة بتصبغ الكابسول فالاسبيشال ستين انا بس تصبغ مثلا جزء من البكتيريا فمثلا ممكن تكون تصبغ الاندوسبور ممكن تصبغ ممكن تصبغ الكابسول فاهمنا فاهم كلين هذولا يعني كذا ربطناهم مع الستين كالي هون تمام تمام هيك انا بقدر اعمل اعمل بيوتيتيتف ايدنتفيكاشن هلا اه ماشي حكينا عندي ماكرو و في عندي ماكرو هاي الماكرو الماكرو البروسكوبك مورفولوجي اللي هي البكتيريا كيف؟ هلا اول اشي ممكن انا قسم البكتيريا بناء عليها هي حاجتها الغذائية كيف حاجتها الغذائية؟ البكتيريا بشكل عام تصنف الى نوعين اول نوع ننفاستيدياس وثاني نوع الفاستيدياس الننفاستيدياس ما مش متطلبة قنوعة هاي الننفاستيدياس قنوعة كيف يعني قنوعة؟ يعني اذا انا حطت لها لحد الادنى الممكن انها تتغذى عليه يعني تتغذى عليه و زي ما اللي بيحكوا بتبوس ايدها وجهه قافة وتحكي الحمدلله الفاستيدياس هاي الطماعة هاي الطماعة بدها يعني احتياجات معقدة اشياء مش اعتيادية مش اشياء من الاشياء البيسيك اشياء اشياء نيوترينت نيوترينت اشياء اضافية او يونيك اشياء مميزة لها تمام فاذا انا هاي تقصينة البكتيريا بينها على نيوتريشن تمام تمام ماي نسمى الاستريكينج اللهم اصلا على سيدنا محمد الزرر ان انا ازرع العينة حسنا انا ممكن ازرع العينة لان افصلها عن اشي تاني او ان ازرعها لان احدد كميتها كميتها او عددها تمام تمام اذا انا عندي الماكروسكوبك عندي بشكل نعام لها علاقة بالكالتيفشن اليوترشن اليوترشن والسليكن لان اعمل فصل او كونتيتيشن تمام تمام هلا دقيقة تمام هلا الكلوني او هانواع الكلشن ليش ان نطط عن السليدات حب حب هلا الكلوني characteristics ماشي هلا انا سا عندي الكلوني الكلوني كد احكي الكلوني البكتيري اللي ما انا اقدر اشوفها تكون عشق الكلوني ماشي يعني مستعمرة ايو مستعمرة هيك اسمها ايو 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 انا ساعت مستعمرة فانا اش باشوف الخصائص تبعتها التكستر الصبغة اللي صبغت فيها نمط النموت التكستر الملمسها شكلها و هكذا فانا اش باشوف الكلوني فورم هل هي الفورم تباحها هل هي pin point هل هي circular regular irregular هيا اول شغلة الثاني شغلة elevation هل هي flat هل هي raised convex ثالث شغلة مارجن هل هي smooth ام irregular تمام تمام التي تقوم بها اللهما صلى على سيدنا محمد سيدنا محمد توقع هذه البرم الاليفيشن كيف الاليفيشن تباحها هل هي flat هل هي raised فلات فلات نحن نحكي عن Growth Media ما هو Growth Media ؟ ممكن أن يكون Growth Media واحدة من ثلاث حالات Liquid اسمها Growth و Semi Liquid و Semi Solid و Semi Solid نحن نركز الأصل في Growth Media و لكن بضيف مرات عليه Agents تعملي Solidifying Agent مثل الأقار مثل الواحد يعمل جلي أو جلي يجب الطنجرة و يضع ميا يكون ميا و بعدها يضع مادة الجلي و بعدها يضعها الجيلتين بعدها يصبح مثلها Solidification يعني تصبح Solid نوعا ما أو Semi Solid بالأحرى فهذه ينسب فكرة نحن نضع الأقار الأقار مثل الجلي تقريبا زي مادة الجيلتين اللي بحطها لما بدي أعمل جلي و هاي الأشياء ماشي؟ طعم فبحكي لي أنه الميديا are Solidified عن طريق أنه بضيف واحد من Semi Solid كل ما بضيفه كل ما بتتحول ل Semi Solid إذا ضفت كثير كثير بتصبح Solid فالVariing هل أحكي لي Variing in the Concentration of the Agar هي رح تحدد لي كديش Degree of the Solidification إذا ضفت كثير من الأقار بتكون Solid كثير إذا ضفت أقل نوعا ما بتكون Semi Solid ماشي؟ وهكذا تمع هلأ خلينا نروح على السلايد تمع الTypes of culture media أنواع الميديا اللي أنا بعمل عليها Culturing أول نوع هو الBasal Media الBasal Media used for culture of bacteria that do not need the enrichment of the medium هاي اللي هي اللي حكينا بكسير القنوعة اللي ما بتها كثير غذاء لما بدي أزرحها بزرحها في Basal Media تمام؟ نأمثل عليها اللي هي Nutrient Broth والNutrient Agar والPeptone Water Peptone Water Nutrient Agar and Nutrient Broth تمام؟ تمام اللهم صلى الله عليه وسلم محمد تمام تمام هاي اللي هي اللي بذكروا في اللاب كيف كانوا يطلع هاي البكتيريا هاي Colony of Bacteria طب هلا الEnriched Media هاي اللي مدلة لها يا هاي الEnriched Media اللي مدلة له اللي بتطلب بإضافة بحط لها ميديا مشان تتغذى عليه زي ممكن يكون Blood ممكن يكون Serum of Egg اللي هي هاي هاي اللوستن جنسن هاي 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 بلد أغار هاي هاي بلد أغار وهون في عندي التشوكلة أغار هاي التشوكلة أغار هاي 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 جنسن اللي هي اي 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 ا вли guarantee كون عندي مثل عندي وحيحححة تقريب واباكتيرى ثانى نوعه من لون ثانى لا تظهر لي كل البكتيريت تظهر لي البكتيري الأولو ولي اضي و الثانى ما تظهر لي الحمراء Clareer الثانى تعال لهاование في اول palavras قمنا بيدي هلأ ما شوف كاف هلأ contains agent that inhibit هي the growth of all agent يعني كل الأشياء العوامل الثاني كل الأشياء الثاني بصولها انهيبشر ما عاد البكتيريا اللي بدي إياها ليك سموها selective في منه من إجت نقطة التسمية selective تمام that being ايش؟ زي ايش؟ داي هاي العوامل الدي والبايل سوت الكوحول والانتيبيوتي كذل الأشياء الأربعة هني اللي بيستخدموه لأعمل انهيبشن لأي agent حوالين البكتيريا اللي بدي إياها طب ننطل عليها محمد هاي الاس اس اي اللي هي سالمونيلا شقيليا مع شي أغار أو شقيلا اه سالمونيلا شقيلا أغار كاف بالله تمام والمانيتول صولت أغار تمام تمام هلأ الديفرنش التشوفون ما لا أكلش هكينا اها طبعا الديفرنشل ميديا يجب ان تكون مخترًا أكثر مختلفة في التالي مثل مثل هناك اضافت فيها شغر ويوجود بعض البكتيري تقوم بفرمنتشن للشغر وفي بعض البكتيري لا تقوم بفرمنتشن للشغر الذي ستقوم بفرمنتشن ستظهر له في لون معين والذي لا تقوم بفرمنتشن ستظهر له في لون اخر هائلا .. فهنا كان الشغر هي الى الاثكلان او مثلا الابكون الآن الابتار الشغر هو الاثكلان هوه ميزنا مما بين الاثمل فاكتراكی لت المشوج harقة مثل الظمايج ها تق assemblicى فتظنوا عن عمر ولكن فتوقع انها تخمر فهنا الشغر كان البراجئة اللي اميز البكتيري اللي عنه المى المى العين المى 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 ذات الشخص طبعا اي ما أكون ؟ أكون اميز من قبل ان انا مثلا البكتيري بديها بتعمل مثلا فمينتش انا بديها المى المى تعمل او مثلا من امثل اخرى هو البلد مثل هاي في يوجد حسب الهيموليسز ببكتيري تعمل هيموليسز لبلد تذكروا محاضرة الدكتور اللباد لما حكى عندي ألفة هيموليسز بيتا وقام كأنه ماشي فإشي partially hemorosis completely hemorosis هيك فأنا بكون البكتيلة يعني كل بكتيلة يعني بتعمل هماورسز على لفل معين في أشياء completely hemorosis في أشياء partially hemorosis في أشياء ما تعمل لهماورسز ماشي فتطلع لي بهذا الشكل ماشي ماشي مثلا هذه ماشي واحده منهم هذه بيتها هذه الفة ماشي حسب شان واحد من ال Spieler ومن ال Complete هيك ماشي تمام هاي محمد نيوترال ريد مثل ما حكينا البلد اقار فبالتالي البلد اقار صار ايش صار صار دفرنشيال وصار ايش انريشت لهيك الدكتورة ركزت انه عادي يكون عندي اقار بتبع لها نوعين يعني هون الدم انريشت ميديا و ايش دفرنشيال ميديا ولكن حسب يعني انا حسب انا مشكلة هذ كيف استدقى ساوي اوه خلاص اصلا هيا حسب انا شو بدي ايش ايش اللي انا بدي الهدف منها ماشي تمام هلا وفي عندي ماك ايه كونكي اقار ما حكت عنه ايش طب هلا الترانسبورت ميديا الترانسبورت ميديا هذا الميديا بستخدمه في حالة انا بدي اكون امقل العينة من مكان الى اخر و بدي اعني محتوخوا بوقته بتنتقل فهاي الميديا بتحافظلي على وضع العينة في فترة النقل بحيث تظلها زي ما هي تمام اذا هاي الميديا بستخدمها للعينة ما استخدمها السورج ميديا اذا انا مثلا ضبطت معي ميديا وكانت تيك فاخرة ماشي يعني بتجنن فبروح باتواصل مع منظمات عالمية بقولهم يا جماعة الخير ترى انا عملت ميديا وضبطت معي وطلع كذا كذا فهو ايش بحكي لي هاي الميديا جبلنا اياها انت عندما تأخذ اجراءات هيك لازم انك تخزنها مثلا في المعمل تاعك او مثلا بدك تخزنها مشان بعدين تقارن العينات اللي رح تعملهم بهاي العينات فلما اي عينات بتكتملها لغرض انك تعملها بسطورجين مثلا تخزنها بسطورج ميديا فهاي الميديا يستخدم لسطورج بكتيريا لفترة طويلة كثير من الزمن طيب هلا البابيكيميكالتس البابيكيميكالتس ما انا قلنا اول اشي عندي الفيلوطايب ماشي صدوا عن النبي شحنا فيلوطايبك مثود وعنا حكينا فيلوطايبك واميونولوجيك هينا فيلوطايبك واميونولوجيك وجينوتيبك حكينا عن فيلوطايبك وميديا اللي بتكون موجودة هلا عن شدنا نحكي عن البابيكيميكال واخر شح نحكي عن الاميونولوجيك بعدين راح نبرشف موضوع جديد هو كليسفيكيشن افكارنا تمام هلا البيوكيميكالتس ام دقيقة اغير النوم هلا البيوكيميكالتس سابسترات انا استخدم ن bin sos 73 اما استخدم نيديا ويكون فيه بخشة الента هكي الفكرة أنا هون بفحص الـ End Product لأننا حكينا بيو كيميكال تست العلاقة في الـ End Product بعد مثلا عندي Translation ومسنجر الرعنية بعدها Transcription وتعطيني Product تمام؟ إنزيم أو بروتين أو هاي فأنا الميدي راح يكون الـ Product النهائي تمام؟ فعندي هون prominent Biochemical Test including the enzyme زي ما حكينا هذر اللي ممكن يكون الـ End Product يكون enzyme زي الـ Catalyze الـ Oxidase الـ Fermentation of the sugar برضو حكينا عنك بشوي Fermentation of the sugar تمام؟ ماشي؟ الـ Endol High Test مثل Red Strate Coagulase H2S Urease والفن الألنين Diaminase Test طمان حكيت إشي فيه لاب راح نأخذه و راح تكون فيه تفاصيل كل تست كيف نميزهم بينه وبين الثاني تمام؟ تمام هلا عندي Rapid Test شو قصت الـ Rapid Test هلا أنا ممكن أنا كون عندي عينة بدي أروح أعملها إيش؟ يعني أجيب Test Tubeات كثيرة لقد كنت وصل 100 تست تبقائل حلما عدد كثير كبير كيف تمكن أن تنجد الميت تست بيوب فلقوا طريقة إسمها the Rapid Test هلذا هوا بـ Biocemical System هذا واحد بيو كيميكال سيستم خليها هاي المهم هو بيو كيميكال سيستم هاي خليها شورك بتكون لي من عشرين تست هذولة يعني كيف كإني بحكي تستات صغار بجيبهم قادي بكونها مثل عشرين تست على لوحة وعادي بقدر أني أخذها معاي بأي مكان بس الفكرة أنه ما تكون تستة تيوب كبير وحالة وحالة لهذا زي ميلي تست تستات صغيرة صغيرة تستطيع الحجم تمام هلا كونفرتدتو ديجيتال بروفايل كل في شي طريقة حكيت رح نشرح لكيها بعدين ولكن ملخصة أنه كل ثلاث تستات لهم رقم معين بكون يعني إذا كانوا كذا بكون لهم رقم وكل ثلاثة لهم رقم هيك أخر شي بصير عندي أنا كود رقم معين مثلا واحد مثلا اربعة خمسة ماشي هيك بس مجوز موقوع مش هيك مثل أنا دكتورة مش رحعت عنه وحكيت فكرته بها الصورة هاي أنا هيكي فهمتها إن شاء الله ما أكون كثيرها بدتي يعني وطيرت كل علم المايكرو بيريجي وخبصت الدنيا بس هي أنا هيكي فهمتها إنه حكيت إنه أنا بكون عندي كل ثلاثة هاي الميلي تستات بكون لهم رقم وبعدين بأخذ أنا يعني تسلسل رقم معين بكون بدلي على البكتيريا معين مثلا إذا هذا الرقم مثلا بكون بدلي إن هاي البكتيريا إيش هلا الاميونولوجيكال خلصنا البكتيريا هلا الاميونولوجيكال أو سيرولوجيكال تست شو قصت الاميونولوجيكال أو سيرولوجيكال تست هون عندي تذكر في الاميون لما أخذنا الاغلوتينيشن ها ولما كان في الأرشيف اللاتيكس وحنا بلجنا نحكي لا أو غلط طلعت إشي ثاني يعني المهم الأغلوتينيشن دايركت هو هول باثوجين أغلوتينيشن أسيز يعني إيش بيجي عندي الباثوجين هذا الباثوجين بعمل تفاعل انتيجن انتيبودي رياكشن فبيصير زي ما بيحكوا هذا الباثوجين أو هاي الانتيجن أو هاي البكتيريا تجمع لي ماشي فبصير لها أغلوتينيشن حوالين بعض البعض بس هاي من الأمثلة على الأشياء الهين التستات تبعات الاغلوتينيشن اللاتيكس بيت أو الار بي سي كوتت تمام وذ الانتيجن هذولة بفحص الانتيجن من خلال هين اللاتيكس بيت والار بي سي كوتت تمام هون برضو حكيتهم من دكتورة برضو حكي الأشياء الليها علاقة بالميونيولوجيكال تيست وهي الالسا هاي والآي فاي تمام الالسا تمام الالسا الآخر اشي في هذا البارت من المحاضرة وهو الجينو تيبيك ميثود الجينو تيبيك له علاقة بالجينات كل اشي تقريبا اخذناه في الموليكولر نيوكليك أسيد بروب البروبات اللي كنا نحكي عنه طبعا دكتورة برضو ما شوحت حكيت هذا اختصاص موليكولر ما ادخذنا البي سي ار البي سي ار اللي بيعملتها كثير للجينات نيوكليك أسيد سيكوانس حكيت بس عن هذا حكيت الار ار ار ان اي الريبوزوم الار ار ان اي هذا كثير مهم ماشي وركزت على ايش على هاي سكستين اس اللي بيكون من الار ار ان اي سكستين اس ار ان اي ماشي اللهم صلي عسنا محمد ريستريكشن برضو هاي عندي هنا ريستريكشن فراجمنت لينكت بوليمورفريزن وفيه ندل بلازمد فنجر برينتين كذولا كلهم ايش اذن العلاقاءو بيعودو على شو بيعودو على الجينو تابعون ايش تابعون المولكولار هللا الكلسيفيكيشن اوف بكتيريا الكلسيفيكيشن هللا بنحكي عن الكلسيفيكيشن اوف بكتيريا بحكيلي على في عندي طريقة اسمها البرغيز مانيول اوف دي تيرميناتف ديترميناتف ايش بكتيريولوجيا هاي اسمها البرجيز خلص البرجيز مانيول تمام البرجيز مانيول هاي طريقته هو اللي تم اعتمادها بعدين في تسمية البكتيريا هلا التكسونومي شو يعني التكسونومي التكسونومي هي science of classification of organism يعني ان انا اعمل زي هيك اعمل انه مثلا كل بكتيريا او هيك هي العيلة منها العيلة 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 هاي هذا العلم اسمه تكسونومي تمام نعمل classification للأرغانيزم البكتيريا التكسونومي consist of three super-rich bot-ish interrelated areas يعني انا التكسونومي هذا ثلاث اشياء منفصلة يعني متكوى من ثلاث اشياء منفصلة بس ثلاث اشياء منفصلة related to each other اللي عندي classification و المنكليتشر الاسم والidentification هاي هون كواعدة فيوه ال classification دقيقة اللي انا اروح اجيب الناس اقسمهم في جروبات ماشي on the basis of similarities نعني انتم similar characteristics او relationship تمام تمام اذا ان انا اقسم الناس بناء على يعني الناس قال ان انا اقسم الارغانيزم الكائنات الحية بناء على الصفات المشتركة اللي بينهم هذا اسمه classification ثاني اشي اللي هو المنكليتشر شو المنكليتشر is the assignment of name to taxonomic group according to the international rules ان انا اعطي كل يعني انا اسمي نملك ليش انا اعطي ال name ماشي so the taxonomic group according to what according to according to اللي ما صلى على سيدنا محمد اه according to what according to the international rules تمام ان انا اسمي اول شي صنفته اول شي صنفته بعد هيك سميته تمام تمام هلا عندي ال identification is the practical use practical use of classification حكينا اللي هي عن طرق الماضي اللي حكينا كدنا نعمل identification هي to determine the identity شو هاي شو البكتيريا هاي of an isolate as a member of an established taxon or as a member of previously undefined unish identified species يعني هل هاي البكتيريا انا طلعت فيها اشي جديد انا هس اكتشفناها ولا هو اصنع related لنوع احنا منعرفه اصلا هلا التاكسونو مكرانك عندي ال domain الفايلام الكلاس ال order ال family ال genus وال species تمام مثلا هون مثلا عندي مثلا الشيشة كولاي كنا منعرفها الشيشة كولاي تمام الفاميلي تاعتها طبعا الدكتور حكي احنا منتعامل عندي family في المخطبارات تمام هي enterobacterialis ماشي اذا بتاخذ ال order تكون ايش هاي eobacterialis ماشي هانا scotobacterialis gracilita و المملكة البكتيريا ماشي هلا ال species ال species هي basic and most important taxonomic group in bacterial system تمام فهي الاساسي واهم اكثر اشي important اهم اشي ماشي في ال bacterial system يعني اكثر اشي بتعامل مع ال species هلا الفيلم هذه الأمر مهمة باونداري مثل الاستفيليكوكس عندي منها أنواع اوريس وإبيديرميدس هلأ الاستفيليكوكس اوريس والإبيديرميدس اختلافات بسيطة فتحت الماكروسكوب ومن يطلع الاختلاف مثلا البيوكيميكال تست ويطلع الاختلاف هل هذا الأمثلة من الدكتورة الاستفيليكوكس اوريس والاستفيليكوكس الاستفيليكوكس الاستفيليكوكس البيوكيميكال تست هلأ هلأ ممكن البيوكيميكوكس اقسمها لمجموعات طبعا اذا بدأ اقسم البيوكيميكوكس بتكون الاختلافات كثير كثير بسيطة فممكن اقسمها حسب شو بيو فار بيو فار اللي هي اللي هي بناء على البيوكيميكوكس انه تكون اختلاف البيوكيميكا الاستفيليكوكس سيرو فار ما عشي انتجينيكوكس امينولوجي عن سيرولوجي سيرولوجي من سيرو فار لتكون اختلاف البيوكيميكوكس الفاغوفار بتكون بناء على الفاغ يعني الابلتي انها تعمل بيو كثير بكتيريو فار المورفو فار ما عشي هي المورفو تايب المورفولوجيكوكس نكون لها شكل معينة مميز دقيقة المورفولوجيكوكس الناس الواقع الفاغوفكس نتعلم نتبحان نتفقين عليهم من الجديد المورفو المورفور مامار المورفو مامار السباب نتحرك اطلق الفاغوفو نحكينا المورفولوجي و المتطلبات و ماشي دخلنا نحكينا المورفولوجي عندي الكوكايا مثلا بس 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 هلا الان انا شو بي اعرف مثلا هاي البكتيرا كوكايا ولا بس بشو دخلتها بشو دخلها في المرض هلا بحكي لكم نحن لدي كعينا بحكينا علاقة بين المورفولوجي و دخلتها أهلا ماخذ؟ مثلا البكتيريا علاقة بالسيستيميك ديزيز الفيلامنتيس بكتيريا علاقة بتسبب بي كارونيك ديزيز جميع بكتيريا مع الثقل تكون لاتفهم بانتأكد ذكر تشكل تشكلها نحن سأضعها لحفظ لا سأثن ذكر بس اتحقش يعني اتلعثم هلا Growth Requirement and Metabolic Behavior Nutritional Requirement Gases Requirement and Thermal Condition Nutritional مثلا الOrganism ماشي في عندي Synthesis يعني هي بتصنع لحالها فهي اسمه Orthotropic في اشياء لا هي تحتاج Require Organic Compound فاسمه Hetherotropic حسب الغازات والأكسجين Aerobic and Aerobic و Faculative في عندي حسب الدرجة الحرارة البكتيري حسب الدرجة الحرارة ممكن اقسمها اللي هي الميزوفيل والثيرموفيل والصايكروفيل تمام هلا ال Environment اللي حكي لنا ال Reservoir شو قصتها قصتها كالتالي انه Mood of Transmission هلا في عندي ال Environment هاي البكتيريا ال Reservoir في عندي Endogenes Cite في عندي Exogenes Cite Endogenes Cite هي زي Normal Flora مثلا ماشي هاي مثلا لما اللي على سكن ماشي تكون ايش negative استفيله كوكاي القولون الشيشة كولاي أو بكتيريودز هاي ماشي الأوروفارنكس هاي ال Vridans Streptococci ماشي هلا الأكزوجينا بكتيريا اللي هي الووتر مثلا 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 كوليرا أو بكتيريا اليجونيلا بالبكتيريا الأير مثلا مثلا ماشي الأنثراكس الفود سالومينيلا الشيشة كولاي التكس الحشرات برلا و ريكتسيا تمام الجنوتيبي كالتالي عندي النوكليك اسب بيست تاكسونامي اخلينا اخليها هاي انا عليها شرح حواليا مثل بلازم من بروفيل اناليسي ريستركشن ان دونيوكلياسي بلست فيلد جيل الكتوفوريسي الـSouthern Blot Analysis الـDNA Hybridization الـRF الـR 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 لا أعرف لماذا يمكنك القطعة الدكتورة قطعة 16S يعني هي شكلت هذه تشيل الكثير الأشياء PCR وNucleic Acet Sequencing ماذا تقصدها لدينا سيِلًا سيئًا انه نعرف إنه الجي والسي هنزل رابطة ثلاثية جبت النوعين بكتيري أنا عندي هذا النوع و هذا النوع وجدت مثلا انه نسبة وكاملت بينهم مادي مايجر وجدت أنه مثلا متشابهين بس بـ 20% من الـ content من الـ gc يعني اول ما اشرف انه بس 20% بروح بحكي هذولة ما انهم علاقة في بعض not related to each other بس اذا كان عندي جروبين و لقيتهم مثلا متشابهين في 95% من الـ gnc content 95% بروح بحكي هذولة انهم علاقة في بعض related to each other هاي فكرة بس هلا الـ naming the macro organism في عندي الـ bi-nomial Bi-nomial centif numalic literature عندي الـ genus الـ species الـ genus دائما يجب انكون capital و الـ species small و بنكتبه بال- italian يعني ايطالي هلا الـ انا ممكن اختصر اممكن اختصر بشو ممكن اختصره مثلا هاي السافيلو كوكاس السافيلو كوكاس السافيلو كوكاس بقدر اختصرها يعني اللهم صلى علينا محمد الـ genus بقدر اختصره تمام بس لازم اضع برضو مقطة بعدين اضع الـ species و خليه بـ smaller letter ناشي هيك وشيشاكولاي دعنا احنا نذكر الشيشاكولاي و قصوا بناءا عليها يعني شكلها مألوف لان حفظ الـ هيئة تاعتها و بس والله يعطيك العافية طبعا اشتراك اشتراك